موسيقى لست دوارد في بداية حياتك وأنت طفل تأثرت بالعديد من الأحداث ومنه ذلك الحدث الذي جرى بين إيطاليا والحبشة وقتها كتبت نصاً كطفل توصف في أحداث هذه الحرب وحينما قرأت أمك هذا النص بكت ولكنها بعدما اكتشفت أن هذا النص من صنعك أنت يا طفل ابنها تبرمت وغضبت لأنها شعرت أنك قد ضحكت عليها هذه قصة صحيحة هي لم تشعر بالضبط أنني ضحكت عليه وفي وقع الأمر هذه القصة التي تعود إلى سنة 1936 أنا كنت في العاشرة من العمر بالضبط كنت مستلهمة من الحس الوطني المبكر والرغبة في مقاومة وقهر العدوان والاستعمار ذلك الوقت أيضا قد تأثرت بلا شك بأحداث الحرب العالمية الثانية هو لا شك هذه الحرب أنا عشت هذه الحرب في الإسكندرية وكما تفضلت فقدمت لم تكن مدينة فقط مدينة تجارية معالمية بل كانت أساسا مدينة ثقافية اختلطت فيها وامتذجت وتصاهرت ثقافات مختلفة بالمعنى الأحسن للكوزموبيا الالتانية الحرب جاءت بعد قليل من الحكاية التي حكيناها الآن ولا شك أن الغارات الإيطالية وجو الحرب ووجود جنود الاحتلال أو جنود العلفاء كما كانوا يسمون في ذلك الوقت من إنجليز وستراليين وهنود وسيخ وسنغال إلى آخره كل ذلك أضفى على المدينة جوان خاصة جوان متوترا فلنقول جوان فيه حضور الموت والصراع ضد الفاشية والنازية والصراع أيضا في سبيل الحصول على استقلال البلد لأن البلد كانت يتجاذبها هذان التياران التيار المناهض للقهر والقمع الفاشي والنازي والتيار المطالب بالتحرر من وجود جنود الاستعمار كان لذلك أثره بلا شك في كتباتي أنت عندما تقرأ كتبا مثل ترابها زعفران أو يابنات سكندرية أو حتى رمو التنين والزمن الآخر ستجد مثل هذه الومضاط أو المشاهد أو الأحداث وكذلك حتى في الكتب المتأخرة مثل حجارة بوبيلو وهكذا تجد هذه الأحداث والمشاهد والأجواء ممتزقة في تصوري بما أعصره الآن ولعلها أيضا ممتزقة بتراث قديم تراث يجمع بين الأسطورة والتاريخ تراث يضم الزخر الإنساني إذا صح هذا القول ترجمة نانسي قنقر